السيدات والسادة وسائل خير الفن والثقافة المصرية كان دائما مثار نقاش مهم على موائد الحوار نقاش يشارك فيه دائما مفكرون وفنانون ومثقفون مهمومون بصناعة الوعي في بلدنا الجميع يحاولون الإجابة عن سؤال كيف يمارس كل من الفن والثقافة دورهما الأصيل في تعزيز الهوية ودعم الانتماء وأيضا كيف تعود هذه القوى النعمة المؤثرة مكانتها وحيوياتها وتأثيرها في بلدنا وفي المنطقة في حلقاتنا السابقة فتحنا ملفات عديدة حول الفن والثقافة بمجالاتها المختلفة وصدفنا خبراء وأساتذة كبار في حوارات تناولت مستقبل السينما والمصرح وكيف نحمي كنوزنا الحضارية من آثار وعمارة مصرية وغيرها اليوم نستكمل حوارنا حول أحوال السينما المصرية مع واحد من صناعها البارزين الذين قدموا لنا أجمل إنتاجها من الثمانينيات وحتى الآن مصور كبير ومخرج وأكاديمي ينتمي للمدرسة الواقعية المصرية التي ضمت جيل العباقرة من صلاح أبو سيف وكمال الشيخ وبركات إلى محمد خان وداود عبدالسيد وعلي بدرخان وعلي عبدالخالق وسامير سيف وخير بشارة وشريف عرفة وغيرهم نسأله عن السينما عن دورها في صناعة الوعية عن هموم الجيل الجديد من السينمائيين وعن أحوال الاستوديوهات ولماذا اختفت أعمال كبار السينمائيين من الشاشة مرة أخرى حوار جديد حول السينما المصرية أحوالها ودرها ومستقبلنا في حديثنا من نصر أهلا بكم معي للحديث عن السينما ودورها الكبير في صناعة الوعي مدير التصوير الكبير والمخرج والأستاذ بمعهد السينما الدكتور محسن أحمد المبدع السينمائي الكبير دكتور محسن أحمد مدير تصوير ومخرج وأكاديمي ينتمي لمدرسة الواقعية السحرية في السينما بدأ حياته المهنية مصورا عام 1984 قبل أن يشارك في عشرات الأفلام كمدير تصوير ومخرج حصل على بكالوريوس المعهد العالي للسينما عام 1977 ثم الماجستير في التصوير السينمائي عام 1994 وفي عام 2008 حصل على درجة الدكتوراه في التصوير السينمائي ويمارس حاليا التدريس في عدد من الكليات والمعاهد المتخصصة ويعتبر المخرج الكبير محسن أحمد أحد نجوم فن الإعلان التلفزيوني الحديث وساهم خلال التسعينيات من القرن العشرين في طفرة الفيديو كليب وأدخل لأول مرة تقنيات التصوير السينمائي في الأغاني عامل محسن أحمد في تصوير عدد كبير من الأفلام الروائية والوثائقية أبرزها المطارد وعصر الذئاب مع المخرج سمير سيف والبداية مع صلاحة بوسيف وزوجة رجل مهم مع محمد خان والأراجوز مع هاني لاشين وكابوريا مع خير بشارة والكتكات مع داود عبد السيد وسامع هس والنوم في العسل مع شريف عرفة والعديد من الأعمال مع المخرجين الشباب حصد الفنان محسن أحمد العديد من الجوائز عن أعماله منها ثلاث جوائز من المهرجان القومي للسينما وجائزة مهرجان الإسكندرية ومهرجان جمعية الفيلم وأسكار السينما المصرية والجمعية المصرية لفن السينما دكتور محسن أحمد أهلاً وسهلاً بحضرتك معنا أهلاً بحضرتك وبالسهل للمشاهدين شكراً جزيلاً يعني الحقيقة مش عارفة أبتدي منين بالتحديد لكن بختار أن أنا أبتدي من حي السيدة زينب بختار أن أنا أبتدي من سينما صغيرة سينما حي في هذا الحي الجميل اسمها سينما إزيس هذه بداية جيدة إيه رأيك؟ يعني حضرتك أصرتي سجوني أنه الموضوع اللي بفكر فيه وشغلني حالياً وهو سينماات الأحياء اللي كلها تحولت إلى مباني سكنية ومخازن وبعض المصانع الصغيرة كل أحياءنا في مصر كان بيبقى فيها سينما واثنين وثلاثة يعني أنا مثلاً منزل أسرتي في حي السيدة زينب وهو الشارع اللي كان عايش فيه الفنان القضير رحمة الله عليه الأستاذ نور الشريف أيه والمخرج الراحل علاء كريم والممثل الراحل أستاذ محمود مسعود وقبليهم المخرج التلفزيوني الكبير الحج حفظ أمين الله يرحمه مجموعة جميلة هذا الشارع كان حواليه خمسة أو ستة من دور عرض سينما الأحياء منهم سينما أزيز اللي بترشيح مني للمخرج الراحل أستاذ محمد خان تم تصوير مشهد لفيلم زوجة رجل مهم في قاعة العرض الخاصة في كابينة العرض الخاصة بسينما أزيز وفي صالة السينما السينما الأحياء دي كلمة سينما الحي التي لم تعد موجودة في حياتنا مش موجودة وكلها بتغلق لأسباب وهي مش مفهومة يعني صناعة السينما والتلفزيون أعتقد أنها منحة وهبة من ربنا لمصر وشعب مصر وتفوقنا في هذه الصناعة ويمكن اللغة بتاعتنا العربية أنا على ما أذكر وأنا بصور فيلم ناجي العلي في دمسك وفي بيروت لما كنا بنعمل شوبنج من المحلات كنت بسمع جملة غريبة قوي أنتو مصريين احكوا يعني هم عايزين يسمعوا اللهجة المصرية اللهجة المصرية المحببة ليهم فاللغة بتاعتنا اللي كانت متعرفة عليها في كل العالم العربي كانت من خلال السينما السينما والتلفزيون والثقافة والفن في مصر هل إحنا عندنا وعي أن الحفاظ على ده شيء مهم ولا هنتخلى عن سينمات الأحياء حضرتك في البداية اخترت مجال التصوير ودرست تصوير وأصبحت مدير تصوير يعني كيف يأتي هذا الاختيار؟ هيأتي من حكاية تكاد تكون طريفة وممتعة عمتي الله يرحمها كان عندها دولاب خاص بيها في غرفتها وتحتفظ بيه بكاميرا بوكس قديمة فالطفل الصغير استنى أن عمته خارجة عندها مشوار واخترع خطة جهنمية إزاي يفتح غرفتها ويتسلل عشان يطلع الكاميرا من الدولاب ويقعد يتفرج عليها ويرجحها مكانها قبل عما عمته ترجع من بره هذه الكاميرا اللي أنا شايلها لحد دلوقتي كأحد إكسسوارات مكتبي بعد وفاة عمتي الله يرحمها كانت أول شيء لفت انتباهي لفن التصوير إحنا عندنا في صناعة السينما تخطى المائة وعشرين عاما تاريخ طويل طبعا مائة وعشرين عاما عندنا صناعة سينما فأعتقد أن الحفاظ عليه شيء مهم جدا حضرتك عصرت جيل المخرجين الكبار وتذكر عنهم أشياء كثيرة كانت جميلة في تعاملهم مع بعض وفي تعاملهم أيضا مع النص السينمائي هل فعلا كان يعني بيتبادلوا النص السينمائي عشان كل واحد منهم يضع ملحوظات عليه لصديقه الآخر؟ يعني أنا من حزن حظي أن اشتغلت فيلم البداية مع المخرج الراحل الكبير الأستاذ صراحة بوسيف وزملني وتزملت معه في رحلة إلى دولة المجر عشان نطبع الفيلم هناك في معامل المجر فكان عندي من الوقت الأستاذ صراح كان بيحب رياضة المشي فكنا بنمشي كتير وأثناء المشي كنت بسمح لنفسي بمنتهى الأدب أني أسأله بعض الأسئلة عدد من الأسئلة ففي أحد المرات سألته عن علاقات التنافس بين الزملاء فقال لي أن كل سيناريو لعمل هو عمله أرى الأستاذ الراحل بركات والأستاذ كمال الشيخ وقال لي العديد من الأسماء من زملاء مهنته اللي كانوا كلهم بيتبادلوا إراية سيناريوهات الأعمال وكل حد فيهم يكتب ملحوظاته لزميله عشان يستفيد منها أثناء تنفيذ الشيخ شيء جميل جدا جدا يعني طب وأيضا تزملت معا مجموعة من المخريين اللي كانوا في سنك في هذا الوقت واشتغلت معاهم واشتغلت يعني في الإخراج فترة ثم عدت إلى التصوير معرجان الأسكندرية أتح لي أني أكتب كتاب التكريم الخاص بي فكتبت في مقدمة الكتاب إهداء إلى الزميل شفاءه الله الأستاذ طريق المساني أيها فعلى ما أذكر أحد أصدقائي في الوقت ده قال لي هو أحد بيكتب إهداء للمنافس بتاعه فقولت له اللي أنت بتقوله ده هو الإجابة إن لو لا تفوق وتميز الزميل الأستاذ طريق المساني ما كنتش هبزل من الجهد والمجهود وتحصيل العلم اللي يخليني أبع على قدر المنافسة مع زميل قول قطعا علاقات جميلة جدا جدا الحمد لله على يعني حعود إلى مجال التصوير حضرت بتقول إنه في أثناء اليوم هناك ما يسمى باللحظات السحرية وأن الكاميرا عليها أن تلتقطها إيه اللحظات السحرية دي؟ اللحظات السحرية أو الماجيك أور هو توقيت للتصوير والتوقيت ده بيبقى قبل الفجر وبعد الغروب فترة زمنية قليلة جدا تبقى للموقع الجغرافي للبلد اللي بيتم فيها التصوير فدي اسمها الماجيك أور أو اللحظات السحرة ودي كانت موضوع رسالة الدكتوراه اللي أنا عملتها في المعدة العديد السلام جميل دي يعني مرتبطة بلحظة الغروب ولحظة الشروق أيضا؟ ما قبل الشروق وما بعد الغروب دي ماجيك أور وان عكسهم دي ماجيك أور تو دي اللقطات السحرية دي زمن ساحر في التصوير بينتج عنه لونيات في الصورة مبهرة جدا وبتطلع صورة رائعة طيب لما نقول مثلا أن هذا المدير التصوير يقوم بتصوير لقطات مبهرة جدا هل لابد أن تكون موضوع هذه اللقطة المبهرة شيء جميل؟ أم أنه ممكن أنه يصور شيء في نظرنا قبيح لكنه أجاد التصوير؟ سؤال حضرتك شديد الأهمية أنه يتدرس لطلب التصوير في المعدة العالية السنوية المصور في الدراما لا يبحث عن الجمال أنا لو مصور صحفي أو مصور إعلاني هبحث عن الجمال في كل لقطة بعملها أما مصور الدراما بيبحث عن الترجمة الفعلية للحدث الدرامي متعارف أن اللون الأخضر لون مبهج أي مع الإضاءات الخلفية لما الشمس يبقى خلفية جو الصورة بيبقى عارب لمشاهد واللقطات الساحرة الجميلة أي لو أنا بتكلم عن مجتمع طارد لأهله نتيجة الفقر ونقص الأموال أي المجتمع الطارد لأهله ده مش مفترض أنه يطلع جميل ومبهر على الشاشة فهنا المصور عليه أنه ما يفكرش في الجمال بنفس ما يفكر في أنه يبقى عنده تعبير جيد عن المعنى الدرامي لمحتوى سيناريو العمل اللي هو بيشتعل عليه جميل البحث عن الجمال مهنة حد آخر هو مصور الإعلان ومصور الفاشن والأشياء اللي زي كده جميل يعني هذا التعبير البحث عن الجمال يعني في المقابل اللي حضرتك ذكرته دلوقتي نقول البحث عن إيه يعني الجودة مثلا؟ البحث عن الترجمة الفعلية للمحتوى الدرامي للمشاهد هناك أنك تبعد عن أساليب معينة في استخدامات الضوء وعدسات التصوير أنها ما تطلعش المكان بجمال أنت مش محتاجه ده بيبقى وعي المصور يعني أنا بأعتقد لما أتيح لي أن أدرس لطلب التصوير كنت بقول لهم أهم ما يميز المصور الجيد الوعي أنه يبقى عنده وعي بالدراما اللي هو بيشتغل عليه فكرة التصوير في الشوارع يعني لما بنشوف الأفلام السينمائية القديمة على سبيل التحديد في مصر والمتوسطة حاليا يعني بنقدر نشوف القاهرة زمان اسكندرية زمان محافظات مصر كلها بنشوف شكل الشوارع ملابس الناس إلى آخره فكرة التصوير في الشوارع هل مازالت قائمة في بلدنا؟ التصوير في الشارع معاناة جديدة قوي لكل فريق التصوير لأنه الناس عندها فضول وعندها حب للاقتراب بالنجوم السينما والتلفزيون اللي بيحبوه فبيتجمهره في مكان التصوير ففكرة أنك تشيل كاميرا وتصور في الشارع بقت شديدة الصعوب رغم أن التصوير في الشارع ممكن يبقى له معنى درامي كبير قوي لأحداث العمل اللي بيتناوله الفيلم أو المسلسل اللي بيتعمل طب إن جاء أحد من الخارج ويريد أن يصور مثلا فيلم في مصر فيلم أجنبي في مصر هل متاح له أنه ينزل الشارع وأنه يعني يدخل في الأماكن الضيقة أو الأماكن الأسرية أو أم لا؟ أعتقد أنهم ينجحوا في ده ويحصلوا على الجودة المطلوبة اللي هم بيسعوا ليها ولكن أنا بتكلم عن السنة المصرية محدودة التكاليف يعني أنا سعيد جدا بحب الجمهور للفنانين ولكن التصوير مكلف جدا إيجار معدات وفريق عمل كامل كل ده لو ما تمش إنجاز المطلوب في زمن قياسي بيشكل خسارة لشركات الإنتاج فعلى الجمهور إن يكون متعاون يعني لو فيه فرصة تسلم على النجم اللي أنت عايز تسلم عليه تسلم عليه وسيب المكان عشان الناس تعرف تشتغل وتنجز العمل اللي هم جايين عشانه يعني أفلامنا زمان مثلا كانت فرصتها أحسن بنشوفها حاليا بنشوف مثلا شكل الميادين زمان والشوارع فإحنا عايزين مثلا أجيال القادمة بعد 50 و60 سنة يشوفوا مدننا الحالية بشكلها الحالي ومحتاجين نصورها بأحسن شكل ممكن أيها مصر بلد حلوة قوي ولكنها مظلومة في الشكل اللي بتطلع بيها على الشاشة لأن التصوير الجيد محتاج أشياء كتير قوي محتاج نوع من الدراسة لمكان التصوير وللحصول على أجمل الزوايا اللي يمكن من خلالها التقاط اللقطة المطلوبة الراحل العظيم للأستاذ عبد عزيز فهمي كان بيقول لنا جملة أن التحضير أهم من التصوير أنك تبذل مجهود أثناء التحضير أهم من يوم التصوير نفسه جميل أنك تروح وتشوف المكان وتعمل معايشة له وتشوف أحسن ظروف لتوقيت التصوير المناسب عشان المكان يطلع بأحسن شكل ممكن ده دراسات كلها لازم تتعامل قبل التصوير ويشتغل عليها فريق العمل ويشتغل عليها المعاهد الفنية المتخصصة في الدراسات السينماية يعني أنا لو سألت تحضرتك سؤال أو السؤال موجه لأساتذة معهد السينما والكليات الفنية أميز مكان يتعامل منه لونج شوت لأهرامات الجيزة التلاتة فين بالضبط هل حد عمل بحث ودراسة لهذا المكان اللي ممكن أصور فين منه الأهرامات التلاتة في أفضل شكل المساحات والفراغات بين التلات أهرامات متساوية وكل منهم يبدو بحجمه الطبيعي يعني أحد الزملاء قبل كده قال لي من منطقة سحارة سيتي وقال لي وقتها بنوع من المزاح ما احنا صورنا هناك معاك من المكان ده فقلت له دي بش حقيقة المكان ده بيبدو منه الهرم الأوسط في نفس حجم الهرم الأكبر لأنه أقرب لموقع التصوير فلازم التصوير يبقى من الشرق عشان الهرم الأكبر يبقى باين هو فعلا بسألها عايزة دراسة يعني يعني فعلا احنا في بعض المواقع في مصر بنشوف منها الهرم الأوسط تقريبا قد الهرم الأكبر ده نتيجة اختيار زاوية التصوير لأن أكيد فيه زاوية هتشوف فيها التلاتة بأحجمهم الحقيقية طب دكتور محسن يعني كتير من الأفلام الخاصة بالتحديد بمسألة الحضارة المصرية القديمة بيلجأ أصحابها من الأجانب يعني من غير المصريين إلى تصويرها أحيانا خارج مصر وطبعا بيقوموا بعمل ديكورات تشبه تلك الأثار أنت يعني مع التواجد كمصور في تلك الأثار وهل هذا يعني ينصرف فقط على المصريين ولا إي وجهة نظرك في هذا الموضوع أنا شايف أن ربنا سبحانه وتعالى إدانا بلد يمتلك الكثير من المميزات ومنع حضارة مصر وأثار مصر العظيمة علينا أن إحنا نجتهد أن إحنا ما نصعبش الأمر على اللي عايز يصور هنا لأنه ده يبقى دخل للبلد يعني أنا ما أعتقد أن فيه بلد عربي شقيق ربنا يكون فعونه بعد الزلزال اللي حصل فيه المغرب الشقيق عنده منطقة للتصوير اسمها ورزازات بتحقق دخل للمغرب بالمليارات سنويا من الأفلام الأجنبية اللي جاية تتصور في جو الصحراء وإحنا الصحاري عندنا في مصر جميلة وشديدة للتمايز يكفي واحد سيوة وجمال العيون المائية اللي موجودة في سيوة صحيح عندنا أماكن تصوير جميلة جدا ولكن عندنا صعوبات ومعوقات كتيرة قوي وشبه عدم ترحيب فالناس بتهرب يعني أي حد عايز يشتغل هيدور على مين يديله تسهيلات أكتر عشان يشتغل عنده علينا أن احنا نمنح التسهيلات عشان التواجد والتصوير في الأماكن بتاعتنا هي خير دعاية للسياحة عندنا في مصر عندنا جيل بارح حاليا من المصورين الشباب أعتقد ذلك أعتقد أن الزملاء الجدد وإمكانيات التصوير الحديثة التصوير الرقمي أنا عايز أقول لحضرتك أنا ابتدت التصوير في بداياتي وكانت الكاميرا البلم اللي بتقدر تسجل صوت في نفس الوقت عشان تتخط على التريبوت بيشيلها أربع أفراد بينما يلوقتي حضرتك الكاميرا اللي بحجم كاميرا الموبايل أو الكاميرا الجوب رول صغيرة يمكن وزناها يبقى يتحسب بالجرامات خفيفة فالقاليات الحديثة والتكنولوجيا الحديثة بقت في صالح المصور حاليا يبقى عليه الجهد والاجتهاد والدراسة المتأنية للي هو هيعمله عشان نطلع مصر في أحسن شكل ممكن طب المعاهد الفنية اللي موجودة في مصر اللي بي يعني بتدرس و يعني بيجتمع فيها كل الفنون السينمائية يعني مثلا زي معهد السينما هل هي كافية أعتقد أنها كافية وفيها كم من الأستاذ العظام اللي بيقدوا دورهم بشكل جيد وطلعوا أجيال كتير كتير كي كلها متميزة أنا بتمنى لهم التوفيق وبتمنى أن كلنا نشتغل على مصر بشكل أحسن يعني أنا يمكن عندي نوع من الغيرة حاليا أن كان نفسي أكون بصور أشياء يمكن بعيدة عن مجال السينما شوية زي أول لحظة لخروج المية من بحيرة ناصر لما فيه التشكي عشان تعمل النهر الجديد اللي هيعمل لمصر وادي موازي لوادي النيل تنشأ الحضارة على ضفطين كل ما بشوف أو أسمع الخبر في التلفزيون أو الراديو أقول يا ريتني أكون في حالة صحية مناسبة أن أقدر أصور ده بنفسي لأن التصوير بالشكل فقط التصوير شكل ومعنى يمكن لقطة بسيطة متنفذة ببساطة تكون لها من التأثير على المتلقي أكتر كتير من لقطة مصروف عليها كتير قوي ولكنها ما متوصلش معنا للحوار بقي فاصل قصير نعود بعده لنستكمل الحوار حول هموم السينما والسينمائيين مع مدير التصوير الكبير والأستاذ بمعهد السينما الدكتور محسن أحمد المكتب هو بالنسبة لي مش مكتب قد ما هو ورشة للإبداع فيه بلاتو صغير للتصوير مركب فيه خلفيات متحركة موتورايز كلها خلفيات لسحاب للونيات مختلفة اشتغلت عليها في معظم الأغاني اللي صورتها وأخرجتها وفي هذا المكان كنت بذاكر أنا عايز أعمل إيه لو فيه فكرة عايز أنفذها أو فيه اختراع ما لشكل إفكت هيتعمل مثلا لو أصور صورة مبنى أو مكان أو حاجة زي اللي تصورت في النور العين منعكسة في المياه فكنت باجي مكتبي أصنع الأشياء اللي المفروض تتصنع في الورش اللي بتعمل ده وأعمل التجارب هنا وأروح وقت التصوير وأنا متأكد من النتيجة اللي أنا عاملة فهي بالنسبة لي هذا المكان ورشة لممارس الإبداع وفيها أغلب معدات التصوير الخاصة به فكرت أعمل مكتبي قلت أنا هعمل مكتبي بالأسلوب ده كل الصور اللي بتتصور أثناء تصوير الأفلام أو الأغاني أو الأعمال الأعلانية هستفيد منها إن أعلقها على الحيطان ووصل بها الأمر أني كنت بعلق صور على سقف الغرفة يعني يمكن أنا فيه صورة تجمعني بالأستاذ توفيق الحكيم أثناء فيلم الديكومنتر كان بيتصور عن مؤسسة الأهرام ولما بشوفها بترتسم التسامة على وجهه أستاذ توفيق كان بيوشع إنه شديد الحرص ومع ذلك أستاذ توفيق لما دخلنا نصور في مكتبه أصر إنه نعزم كل الإصطاف على مشروبات في مكتبه ده كان الكاتب الكبير أستاذنا توفيق الحكيم وفيه صورة بتجمعني بالمخرج الراحل الكبير الأستاذ صلاح أبوسيف أنا بحب أبص عليها لأن الأستاذ صلاح كان مش أستاذنا بس في معد السينما كان مدرسة متحركة على قدمين أنا حظي الجميل إن اشتغلت فيلم البداية مع الأستاذ الكبير المخرج صلاح أبوسيف الأسامي الكبيرة اللي معظمهم أصدقاء بالنسبالي كلهم على رأسي ولكن توجد صور فيها نجمة عالمي زي النجد الكبير عمر الشريف اللي زيه كده زي الأستاذ صلاح والكاتب الكبير توفيق الحكيم نجمة عالمي ملتقى التواضع في مكان التصوير فمن بعيد لقيت حد قاعد قدام باب البلاتون افتكرته الغفير بتاع البلاتون لابس جلبية طويلة فقربت فاكتشفت إن اللي قاعد وأنا افتكرته الغفير الفنان الكبير الأستاذ عمر الشريف لابس ملابس الشخصية بتاعة الفيلم ومتواجد قبل الكل وقاعد بيراجع في ورقه المشاهد اللي هتتنفذ في يوم التصوير ده من أكتر الجوائز اللي بعتز بيها أخريات الجوائز قدت جوائز مهرجان اسكندرية ده عدة مرات أخرهم العام القبل الماضي فقط وكنت عضو لجنة تحكيم أكثر من مرة في نفس المعرضات أنا يمكن منزلي في المنطقة المعادي ولكني أغلب الوقت مقيم وسط أهل السيدة زينب اللي اتولدت فيها وعيشت فيها في الشارع وحواليه سينما أزيز وسينما الأهلي وسينما الشرق وسينما واهبي هذه المجموعة كبيرة من سينمات الحي هي اللي شكلت كيان ووجدان شاب صغير حب فن التصوير اسمه مخصنح دكتور محسن أحمد عايزة أسأل حضرتك سؤال يعني حضرتك طبعا يعني عصرت السينما المصرية لسنوات جميلة وطويلة وأصبحت من كبار مديري التصوير في السينما المصرية هذه الخبرة الكبيرة والجيدة جدا كيف ننقلها إلى مديرين التصوير يعني الناشئين الشباب يمكن مؤخرا أنا اهتميت بالتواجد في بعض الجماعات اللي بتدرس صناعة السينما عشان أنقل الخبرة للزملاء الأصغر سنا الخيركم من تعلم علمه ونعلمه بتمنى أن كل ما نكتسب خبرات في أي مجال أنه يسعى اللي نقلها للأصغر سنا عشان ده بيصب في صالح مستقبل بلدنا اللي احنا بنحبها كلنا مصر صحيح أفلامك اللي انت حسس أنك يعني بتعتزي بيها أكتر كلهم أبنائي ولكن البعض من الأفلام بشوف أنه ربناك أكرمني أني تواجدت مع كوكبة من الفنانين كلها أضافت لشغلي الكسير يعني فيلم زي فيلم الكتكات كان متواجد فيه إلى جانب المخرج الكبير الأستاذ زاود عبد السيد مهندس الديكور قال رائع الأستاذ أنسي أبو سيف أيها ويمكن كنت أحكي من كام يوم لبعض الزملاء أني أول زيارة ليا لستوديو جلال عشان أشوف الديكور اللي أشتغل فيه فلاقيت اللي قاعد وكنت فاكره أحد الأعمال هو الأستاذ أنسي بنفسه بيشتغل في تفصيلة إزاي الحيطة اللي في البيت القديم يبقى فيها شكل القدم اللي مفروض يبقى موجود بنفسه وبملابسه كاملة قاعد على الأرض بيشتغل حضريك قولي الأسماء اللي مرت بيها في حياتك الفنية الجميلة واستفدت منهم قوي يعني توقفتنا عندهم كمديرين تصوير كبار أستاذ عبد عزيز فهمي مدير التصوير الرائع اللي عمل لنا فيلم زي المومية فيه صورة شديدة الإبهار أوي على المستوى العالمي وفي كل أعماله كان بيقدم صورة شديدة الإبهار اللي بعتبره الأستاذ والمعلم اللي كنا بنحاول نفكر إن احنا في يوم الأيام نقرب من إنجاز عبد العزيز فهمي وعلى فاكرة الأستاذ عبد عزيز كان مسميني الإبن الضال طب الإبن مفهومة يعني لماذا الضال يعني؟ لأن في مادة تحليل الأفلام كنت تملي أدور على أشياء في أعمال الأستاذ عبد عزيز تعتبر فيها جزء من الخطأ للي هو بيقوله لنا كمعلومات عن الشكل الأمثل للصورة كان بيهتم باحترام مصدر الضوء يعني لو مصدر الضوء لمبة في نص الحائط فهي مفترض تبعني اللمبة دي بس هير اللي بنعورها المشهد فكت أنا أجي في فيلم زي الهارب أقول لي يا أستاذ عبد عزيز إنني عين مادام شادية في رفليكشن لأكتر من مصدر إضاءة وده معناه إن حضرتك استخدمت أكتر من مصدر للإضاءة في إضاءة المشهد فطبعا دي حقيقة وملحوظة دقيقة جدا فهو قال لي على سبيل الهزار أنا مش عارف أعمل فيك إيه هسميك بإسم أحد أفلامي أنت ابني الضوء هو كان أستاذ جميل كان بيحب تلامزته وكلنا كنا بنحبه الله يرحمه الله يرحمه بنتكلم بقى عن المستقبل شكل الصورة السينمائية هل تفتكر إنها في المستقبل هتختلف؟ الصورة فكرة ومحتوى يعبر عن معنى فلو أنت بتفكر كويس مؤكد هتعمل شغل كويس بينما كل الأليات والمبتكرات الحديثة هتؤدي إلى صورة نكحة ولكنها لا تحقق الهدف والمعنى المطلوب يعني إحنا الوقت في عصر اسمه عصر تناول الصورة بعد التصوير حضرتك دلوقتي بتتصوري والصورة اللي بتتصور بتخش على أجهزة الكمبيوتر يتم تناولها بالكامل على الأجهزة وتصحيحها الكثير من الأخطاء عشان تبدو في أحسن شكل ممكن ده حقيقته التكنولوجيا الحديثة لكنها مش هتصلح الفكر اللي فكر بيه مدير التصوير تصنع الصورة هتضيف له لكن مش هتحقق له الفكر المطلوب من أفلام خضرتك فيلمين مهمين جدا جدا زوجة رجل مهم والكيت كات يمكن أنا عندي إضافات يعني فيلم زي البداية مع الأستاذ صلاحة بوسيف أنا بعتز به جدا طبعا وأفلام أخرى زوجة رجل مهم عمل شديد التكامل ممثل بقامة الفنان الكبير الأستاذ أحمد زاكي الله يرحمه وموثلة كبيرة زي الفنانة الكبيرة ميرفة أمين ومقرج بقامة الأستاذ محمد خان وسيناريو لكاتب كبير زي الأستاذ رووف توفيق كل هذه الكوكبة محياة مجموعة فخرة يعني مع مصور مقتهد طلعت زوجة رجل مهم وأضافة للمصور الصغير المقتهد ده أنه بعنده في السي في بتاعه فيلم اسمه زوجة رجل مهم ومثله الكثير من الأعمال اللي تواجدت فيها فنانين كبار زي اسم الأستاذ صلاحة بوصيف زي اسم الأستاذ أنسى بوصيف زي الأسماء الكبيرة اللي وتحلي الشغل معها وزي أسماء الشباب الموهوبين زي شريف عرفة وعمرة عرفة اللي قدمت معهم أعمال أنا سعيد جداً بيها وفرحان أنك كنت موجود معهم فيه جمهور السينما الحالي في مصر يعني عدد دور السينما أقل وعدد الأفلام المنتجة سنوياً أيضاً يتناقص هل مازال عندنا ما يسمى بجمهور السينما؟ يعني أنا كنت بسأل السؤال ده للكسيم الأصدقاء هي ظاهرة عالمية طرق العرض اختلفت فيه السوشيال ميديا وحضرتك تقدر في أي توقيت تتفرجي على اللي أنت عايز تتفرجي عليه بقيمة محدودة مشاهدة تلك الأعمال السينماية من خلال المنصات ومن خلال شاشة التلفزيون المحدودة أو شاشة الكمبيوتر يعني هل تحقق نفس المتعة؟ من المؤكد أنها لا تحقق المتعة للأجيال اللي عصرت الشاشة الكبيرة لكن الأجيال الصغيرة اللي ما عصرتش غير شاشة الموبايل اللي في إيده هو بيتعامل معاه وبيشوف كويس لكن حضرتك وأنا مش هنقدر نشوف كويس فالفيلم يتقرد في التلفزيون بتفرج عليه لكن مش بنفس السعادة اللي بعشق أربية وأنا بتفرج في قاعة عرض السينماية في عندنا فيلم مؤخراً في السينما المصرية سيذهب إلى جائزة الأسكار بتمناله كل التوفيق بس لازم نحط في الاعتبار إن البروداكشن بيفرق في أشياء كتير قوي يعني ما بقى عند حضرتك فيلم أنت مضطرة تخلصيه في أربع أسابيع فقط بشابقة زي عمل ممكن تشتغل عليه في ستاشر أسبوع ميزانية لا تتعدى المليون دولار في أقصى الحالات في مصر بشابقة زي فيلم متكلف خمسين وستين مليون دولار فأعتقد أنهم عندهم إمكانيات أكتر بتؤهلهم للتنافس ولكن بالجد والاجتهاد والوعي ممكن أعمال سينما العالم الثالث تنافس على الجواز في معرجانات عالمية وكتير أفلام من دول أفريقية خد الجواز في كان فأنا متمسك بالأمل إنه هيبقى بإذن الله عندنا فيلم مصري ياخد جايزة في معرجانة عالمية بإذن الله هل فيه فن يقتل الفن اللي قبله؟ لا أعتقد بالسيئة دي سمة العصر فتملي كل اختراع جديد لا يصب في صالح الاختراع اللي قبله فده حال السينما مع منصات العرض الموجودة على أجهزة الكمبيوتر وعلى العروض التلفزيونية طب تدريسك لمادة التصوير السينمائي بقى للطلب الصغار ماذا تقول لهم؟ بقول لهم الاهتمام أولا بالوعي وإنه يبقى فيه حالة من السعي لترجمة الدراما المكتوبة في سيناريو العمل لأن الصورة الجميلة ممكن ما تعملش إضافة للمعنى المطلوب يعني لو فيه مشاعر حزن أو مشاعر نقص في الأموال وبؤس لو أنا قدمتها في صورة جميلة ما أعتقدش ده هيوصل للمشاهد الحالة المفروض توصله واللي عايش فيها الناس اللي هيسيبوا بلدهم ويهاجروا بتقول أنك لما بتمشي في الشوارع دلوقتي بتلاحظ الميادين وتمثيل الميادين والمباني إلى آخره أنت كمدير تصفير بتقول أن أنا بشوف نوع من أنواع الإضاءة العشوائية فيها تلك الأماكن لا تبرز جمال تلك الأشياء في فترة من الفترات قدمت مقترح أني أعمل تصميم لإضاءة مسجدي الرفاعي والسلطان حسن ومسجد السلطان حسن ده بيعتبر فخر الأمارة الإسلامية في مصر صحيح فنانين كبار ويمكن أحد الزملاء الشباب اللي كلف بأنه ينور ميدان التحرير والمتحف المصري في احتفالية نقل المميوات قدم صورة مبهرة مبهرة فعلا جميلة جدا ورائعة على الشاشة فأنا بتمنى أن احنا نستفيد من الفنانين اللي عندنا اللي بيجيدوا فهم فن الإضاءة فأن احنا ننور ونبرز جماليات مصر بالشكل اللي يليق بيها ونضم صوتنا إلى صوت حضرتك شكرا لحضرتك في الختام أشكر ضيفي الكبير مدير التصوير المعروف المخرج الدكتور محسن أحمد ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله في حديث جديد من مصر